أطالب الكلم العذاب وراجيا إصلاح قلب مثقل خطائي أقبل وحث السير جهدك لا تني يمّم بوجهك روضة العقلاء فالعقل في روض الفضيلة راتع والصدق في بحبوحة النجباء لا يلهينك عن بديع رياضه كسال فترع العمر في الدهماء لا يلهينك عن بديع رياضه كسال فترع العمر في الدهماء روضة العقلاء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن وإياكم في الحلقات الطيبة مستمتعين وبحضوركم مستأنسين فأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنة النعيم الإنسان إذا أراد أن يسافر إذا أراد إيش أن يسافر يحمل كل البيت معاه ولا يأخذ الأشياء اللي يحتاجها في السفر صح ولا لا إذن يحتاج يأخذ معاه حقيبة صغيرة تناسب الأيام اللي بيجلس فيها في السفر ويأخذ ما يناسب السفر ويتقلل لأن مسموح له في الطيران بوزن إيش معين صح ولا لا نحن في الدنيا ينبغي أن يكون حالنا كذلك لأننا عنها راحلون عن هذه الدنيا راحلون وإلى الله منقلبون ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر يقول كن في الدنيا كأنك إيش غريب أو عابر سبيل ليس أنك ما تأخذ من الدنيا لكن أن تحسس نفسك تراك راحل من هذه الدنيا فأخذ منها اليسير قال كعابر سبيل سبحان الله الإنسان مننا الآن يأخذ الشيء اليسير الذي لا يكون عليه ثقيل حتى لو كان الشيء عليك ثقيل ما تأخذه معاك تأخذ اليسير عليك الذي كل ما خف حمله وسهل نقله أليس كذلك لا شك أن التلفزيون البيت مهم لكن هل معقول أنك تأخذ معاك المطار وأنت مسافر إلى بلد ثاني الكنب في البيت مهم لكن ما حملة معاك تخيل داخل المطار بكنب يقولون لك يا عم مصطفى الكنب هذا ليه تقول أنا بسافر بأخذ معاك عشان أجلس عليه هناك شرايكم يا أحبتي في الله نحن في هذه الدنيا بحاجة أن نأخذ اليسير من هذه الدنيا بالقناعة كن في الدنيا كأنك غريب الإنسان الآن الذي في غير موطن يشوفوا التشبيه الجميل هنا الواحد الذي في غير بلده يعني بعضكم يمكن جرب اشتغل في بلد آخر أو عاش في بلد آخر أو سكن في بلد آخر الغريب في البلد يشتري كل شيء يحط كل شيء يتعلق بكل شيء يحط مصاريفه في كل شيء نحن في الدنيا هذه كذلك فلا تكن من حمالة الحطب ولا تكن إنسانا أجارا الله وإياك محروم من الخير بعض الناس حرم نفسه من الصدقات وحرم نفسه من الخير وحرم نفسه من الزكاة وحرم نفسه كل ليه؟ قال عشان ما أذر عيالي فقراء علشان أحفظ لعيالي كذا ولم يتصدق ولم ينشئ لنفسه خير بعض الناس غني ثري ولكن ما فعل شيء من مشاريع الخير لنفسه وأنا بقولها بكل صراحة يا من أنعم الله عليك بالنعم العظيمة إذا كنت أنت ما فعلتها لنفسك كيف يفعلها أولادك لك؟ إذا كنت أنت ما أحسنت لنفسك كيف يحسن لك غيرك؟ تدرون السعيد من هو؟ السعيد الذي يسعد بالحسنة وهو حي وهو حي أنا ما أقول لك خل عيالك فقراء لكن أقول لك جاك عمك ولا ساعته وجاتك خالتك ولا ساعتها وجاك صاحبك ولا ساعته وغيرهم ويومت قالوا أن أرصدتك في البنوك ثلاثين مليون أول من يتذكرك منه كل الذين كنت تقول لهم ما عندك كل اللي كنت تقول لهم ما عندك كل اللي كنت تعتذر منهم ولا حتى هدية واحد منهم عطيته إذا واحد طلب منك ألف وانت ما تقدر تعطيه قرض أعطه مئة وقل له هذه هدية طلب منك عشرة آلاف وانت ما تقدر تساعد في العشرة آلاف عطه مئة وقل له مني هدية على الأقل للأحوال راضة أيضا من دروس القناعة في حياتنا يا أحبتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البس في غير سرف ولا مخيلة اقنع بالقليل ولذلك سبحان الله تجدون اللي عندهم نقص نفسي هم اللي يرتكبون هذا تجد بعض الأغنياء والأثرياء ما يركبون أشياء فارهة جدان ولا يلبسون أشياء فارهة جدان ولا يسكنون أشياء فارهة جدان وتجدهم بعض الحياة بسطة في المجتمع فيما يأكلون صح ولا لا وتجد هذا الفقير واللي زوجتك شوفوا أنا لن أتكلم عن الأغنياء المبذرين المسرفين اللي قاعدين يطلعون في الشاشات ويطلعون في قنوات التواصل وينشرون أخبارهم أنا أتكلم على أصحاب القناعة أصحاب الخير تجد بعضهم تتفاجأ أنك ترى في مطعم بسيط تقول يا الله فلان نعم فلان فلان لأنه قنوع بعض الناس إلا لازم يلبس ساعة بالماركة الفلانية والقيمة الفلانية تجدون الولد ولد الغني هو اللي يتفشخر على الناس وتجد أبوه من أبسط الناس ولذلك تقول القاعدة الذي ولد فقيرا ثم أصبح غنيا تراه قنوعا متواضعا مؤدبا واللي طلع للدنيا وهو يشوف الثراء والغير تراه إيش ما يتألم لألم المتألم لذلك سبحان الله اللي بدأ عسكري بسيط حتى أصبح لواء مثل اللي جاء ضابط على طول ها فرق لما هو فرق فرق الذي ذاق التعب والألم في وظيفة متواضعة بسيطة حتى أصبح اليوم مدير شركة عالمية مثل إنسان طلع على الدنيا وهو يجلس على كرسي أبوه في أكبر شركة ها لا يقول الشاعر أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا ربي نفسك على أن ترضى تدرون أن بعض الزوجات تحتاج إلى وصية مهمة جدا أن تطلق مرض المقارنة مرضيش مرض المقارنة أختي تسكن كذا أختك شرت كذا وتجلس تقارن بيتها ببيت غيرها وتقارن حياتها بحياة غيرها وتقارن سفرها بسفر غيرها هؤلاء الناس لا يعيشون سعداء لأنهم لا يقنعون بما آتاهم الله ولا يحمدون الله على ما أعطاهم وتراهم والعياذ بالله مرض المقارنة قتلهم ما تروح مناسبة إلا تقارن فستانها بفستان العروس ولا تحضر وليمة إلا تقارن بيت صديقتها ببيتها كم مرة زوجتك وديتها في مناسبة وجاتك مثل الشيطان صح أو لا ليه المقارنة المرض هذا المرض الخطير مرض المقارنة ولذلك لا تقارن أسعد نفسك بالقناعة بالقليل واليسير وسوف يجعل الله بعد عسر يسرى القناعة راحة في النفس طمأنينة في الفؤاد لأنك بارك الله فيك من أسعد الناس لأنك مقتنع بما آتاك الله وأعطاك الله إياه تجد بعض الفتانين إذا زار أخته ليه ما تقولين ليس يشتري لش أثاث ليه ما تخلينا يدفع لش ليه ما تخلينا كذا صعلا لا نسأل الله أن يكفينا وإياكم شر هؤلاء وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ويجعلنا قنوعين مقتنعين بما آتانا وأعطانا وأن يرزقنا وإياكم القناعة وبركتها وسعادتها ويحفظنا من شر كل ذي شر وصلى الله على نبينا محمد أطالب الكلم العذاب وراجيا إصلاح قلب مثقل خطائي أقبل وحث السير جهدك لا تني يمّم بوجهك روضة العقلاء فالعقل في روض الفضيلة راتع والصدق في بحبوحة النجباء لا يلهينك عن بديع رياضه كسال فترع العمر في الدهماء لا يلهينك عن بديع رياضه كسال فترع العمر في الدهماء روضة العقلاء